لا تقدم بشأن وقف إطلاق النار النار التي ما زالت تحرق الأرض وأهلها بينما يتنازع الطرفان الاتهامات طرف يتحدث عن استهداف المدنيين في المستشفيات وآخر يخلط الأوراق بحديث عن أبحاث غربية لأسلحة بيولوجية على أرض أوكرانيا أهلا بكم في نشرة الأخبار بلغ العدد الإجمالي للأردنيين وأسرهم الواصلين من أوكرانيا إلى المملكة منذ اندلاع الحرب 361 شخصا وفقا لما كشفه الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون مختربين هيثم أبو الفول في تصريح لرؤية وبينا أبو الفول أن العدد الإجمالي للأردنيين وأسرهم الذين خرجوا من أوكرانيا واتجهوا إلى دول مختلفة وصل إلى 1239 مشيرا إلى أن 47 أردنيا غادروا مدينة سومي الأوكرانية منذ يوم الثلاثاء الماضي عن طريق الممرات الآمنة وبشأن المواطن الأردني المفقودي في أوكرانيا أوضح أبو الفول أن الوزارة تتابع جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية وجميع الوسائل والاتصالات المتاحة لمعرفة مصيره لافتا إلى أن انقطاع التواصل معه جاء بسبب تلف شبكة الاتصال ما أدى لفقدان التواصل مع الكثير من سكان المدينة ومحيطها وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يوجد ما يمنع الطلبة الأردنيين في الجامعات الأوكرانية الذين عادوا إلى أرض المملكة من إكمال دراساتهم في أي جامعات أخرى خارج المملكة شريطة أن تكون جامعات تعترف بها الوزارة كما دعت الوزارة الطلبة للمسارعة في التسجيل على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها مشيرة إلى أنها ستنظر في إعفائهم من شرط دراسة 50% من الساعات المقررة في الجامعات الجديدة في أنطاليا بجنوب تركيا انتهى الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا دون الإعلان عن نتائج ملموسة وعقب اللقاء الأول على هذا المستوى بين روسيا وأوكرانيا الذي عقد بوساطة تركية قال وزير الخارجية التركي مولود شووش أوغلو إن اللقاء تناول إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني دون معارضة من الجانبين لعقده وفق قوله معتبرا أن المحادثات شكلت بداية مهمة لحل الصراع ومن جهته صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الاجتماع أكد أن الصيغة الروسية الأوكرانية في بيلاروس لا بديل لها فيما عبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبة عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار نانسي وضع الأمور وزير الخارجية الأوكرانية أكد في تصريحاته أيضا على أن بلاده متمسك بسلام إلا أنها لن تستسلم من جهتهي حذرا وزير الخارجية الروسي من خطر التسليح الغاربات لأوكرانيا ملوحا بمخاطر قد تطالوا جميع أوروبا نرى أن نظر حتى نشرنا الأوكرانية أماما مع الرئيس والإنقاذ بلاده والبنحات بحضورهاية لنراتي الإعلام تقنية إنه سبسط العالم وزارة الدفاع الروسية وجهت اتهامات خطيرة للولايات المتحدة بزعم تمويلها أبحاثا لأسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا وعلى الأرض وجهت أوكرانيا والدول الحليفة اتهامات مباشرة لروسيا باستهداف مستشفى للأطفال في مدينة مريوبول الأوكرانية وأظهرت أثار القصف دمارا كبيرا في المنشأة التي تضم مستشفى للتوليد وآخر للأطفال ما أسفر عن سقوط 17 جريحا وفق مصادر محلية تزامنا مع تحذيرات أوكرانية وغربية من اقتراب الجيش الروسي من العاصمة كييب وأوسط إدانات دولية وصف الرئيس الأوكراني فولدميرزلنسك القصف بأنه جريمة حرب فيما ردت موسكو بتأكيدها تقديم أدلة على أن المستشفى هو قاعدة للمتطرفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة